للمزيد من النقاش ينضم إلينا من واشنطن الزميل رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية رامي يعني أجندة محددة يذهب بها سوليفان هذه المرة إلى إسرائيل لكنه سيلتقي مجلس حرب منقسم على نفسه هل سيقدم أجندة ما لتقريب وجهة النظر بين الأطراف أم سيذهب إلى ما بعد عملية غزة أي أفكار يمكن أن يذهب بها سوليفان هذه المرة إذن مرحبا أحمد سوليفان في مهمة محددة في إسرائيل أولا سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ومن بعده سيلتقي مجلس الحرب الولايات المتحدة لا تهتم كثيرا بالانقسام الموجود في مجلس الحرب ما يهم ما هو النتائج على الأرض أي الطلبات التي تطلبها دائما للولايات المتحدة من إسرائيل تريدها أن تتحقق أربع ملفات تقريبا أربع ملفات رئيسية يحملها معه جيك سوليفان في حقيبته الملف الأول ملف عملية رفح وهذه المرة تحديدا جاء سوليفان لطرح بدائل لعملية رفح ما قيل عنه إنها بدائل استخباراتية أو ما وصفتها الدوائر الأمريكية بأنها بدائل استخباراتية حتى الآن ما هي تفاصيل هذه البدائل البعض أو بعض التقرير الإخبارية تتحدث عن أماكن محددة لقيادات وعناصر حماس سيتم استهداف هذه الأماكن بدقة بعيدا عن التوغل البري أو العمليات الواسعة هذا ما تريده الولايات المتحدة وهذا ما قاله المسؤولون قبل زيارة سوليفان عندما قالوا إن إسرائيل لن تتخذ أي قرار بشأن التوصيح عملية رفح إلا بعد زيارة سوليفان فيبدو أن هذه الزيارة ستحمل تغييرا بشكل أو بآخر أو ستحمل ربما طريقين أمام إسرائيل إما الالتزام بالطلب الأمريكي أو بتوسيع العملية إذا أرادت الأمر الآخر هو مسألة صفقة المحتجزين والأسرة صفقة التبادل اتفاق الهدنة وهذه أيضا تريدها الولايات المتحدة وتريد من إسرائيل أن توافق عليها في النهاية وتريد أن تدخل في جولة جديدة من هذه المفاوضات بعد رفض إسرائيل لرد حماس الذي جاء على المقترحات التي قدمها الوسطاء مصر وقطر في المرة الأخيرة ثالث أمر أو ثالث موضوع هو قضية دخول المساعدات لوحد في الفترة الأخيرة أن هناك إغلاق للمعابر المساعدات لا تدخل وإن دخلت يتم الاعتداء عليها من قبل مواطن إسرائيليين والقوات الإسرائيلية تشاهدهم فقط ولا تتدخل كذلك عملية توزيع المساعدات يشوبها الفوضى كل ذلك تريد أن تضبطه الولايات المتحدة مع إسرائيل لأن إسرائيل باعتبارها سلطة احتلال هي المسؤولة عن دخول المساعدات وتوزيعها على الفلسطينيين سواء في شمال قطاع غزة أو في الجنوب في مدينة رفح المكتفة بالنزحين الفلسطينيين والتي قد تشهد ربما عملية إسرائيلية واسعة أو برية ربما الأمر ربما الأخير هو الاتفاق على أو تأكيد الهدف الأمريكي الإسرائيلي المشترك وهو هزيمة حماس وهو لا ينفصل كثيرا عن الهدف الأول أو القضية الأولى وقضية عملية رفح إذ أن الولايات المتحدة تريد انتصارا إسرائيليا على حركة حماس وتريد إبعاد حركة حماس عن الحكم في قطاع غزة في اليوم التالي وهو أيضا من ضمن الملفات الفرعية في هذه الزيارة لسوليفان ولذلك هناك هدف مشترك ما بين إسرائيل والولايات المتحدة بهدف هزيمة حماس وسوليفان ربما يحمل بعض الحلول لهزيمة حماس دون الدخول في عملية برية واسعة في مدينة رفح الفلسطين سوليفان استبقى هذه الزيارة رامي بقوله أن حماس هي من ترك المفاوضات بهدف الضغط المتزايد على إسرائيل فبالتالي هل سيأتي سوليفان هذه المرة بأجندة مفاوضات مختلفة لا تكون فيها حماس بشكل أو بآخر حسب الموقف الأمريكي ربما المتكرر والمؤكد حسب ما قاله سوليفان هذه المرة أعتقد أنه لا يمكن إبعاد حماس عن طاولة المفاوضات عندما نتحدث عن وقف إطلاق نار وهنا من يطلق النار؟ حماس وإسرائيل إذن لا بد لهذين الطرفين أن يتفقا على وقف إطلاق النار أيضا هناك ورقة أخرى مهمة للولايات المتحدة وهي تمثل أولوية وهي المحتجزون لدى حركة حماس في غزة والذين بدأنا نرى بعض جثثهم الآن تظهر وهناك إلقاء باللائمة سواء على الولايات المتحدة هنا من أسر هؤلاء المحتجزين أو على حكومة إسرائيل بالتأكيد والتي طبطأت كثيرا في إبرام اتفاق هدنة واتفاق الهدنة هو الذي سيؤدي إلى الإفراج عن المحتجزين والمحتجزون موجودون لدى حماس إذن لا بد أن تكون حماس طرفا على طاولة المفاوضات بشكل أو بآخر والولايات المتحدة تعلم ذلك هي لا تتفاوض مع حماس بشكل مباشر في النهاية هي لديها وسطاء هم من يتفاوضون مع حماس وهما الذين يتلقون منها الردود وينقلون إليها الطلبات ولكن في النهاية حماس مكون رئيسي في هذه المفاوضات والولايات المتحدة تعلم ذلك وتتعامل على هذا الأساس زميل رامي جبر مرسل القارئ الإخبارية من واشنطن شكرا جزيلا لك